الأهلي يتوجه إلى النيجر 14 أكتوبر الجاري قال كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم 14 أكتوبر استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دوري 32 بدوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر وسوف يخود النادي الأهلي تدريبه الوحيد في النيجر يوم 15 أكتوبر على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من مواجهة الحرس الوطني الذي يبحث خلال الفريق عن انطلاقة قوية في بداية المشوار الإفريقي برنامج النادي الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني الجهاز الفني للنادي الأهلي تكلم على أنه استقر على أن الاكتفاء بالتدريبات اليومية نظرا للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق كما استقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة على ملعب التتشي صباح يوم 14 أكتوبر ثم التوجه إلى المطار للسفر إلى النيجر وكالعادة النادي الأهلي يواصل تدريباته المكثفة استعدادا لمواجهة بطل النيجر وبرضو كالعادة قبل التمرين قال أو عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محضرة نظرية داخل الملعب مع اللاعبين للحديث على أهمية المرحلة المقبلة طيب بالنظر إلى النيجر النيجر هي وش السعد الحقيقة على النادي الأهلي قبل انطلاقه في مشوار البطولة رقم 11 في دوري أبطال بطولة وان شاء الله تبقى البطولة رقم 11 فوزا يعني قبل مشوار دوري أبطال إفريقيا وان شاء الله حيلعب النادي الأهلي يوم 14 أو يوم 16 ثم مباراة العودة يوم 22 أو 23 من نفس الشهر والمفارقة بقى المفارقة في إيه بقى أن النادي الأهلي بدأ مشواره العام الماضي أيضا مع أيضا من النيجر عندما واجه سوني ديب وفاز عليه 1-0 ذهابا وبروبعية نظيفة إيابا وهذا الموسم أيضا يبدأ من النيجر عندما يواجه الحرس الوطني اشتركوا في القناة